أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء وعدم المقارنة بينهم إيش نقصد بالشي هذا؟ وليش نتكلم عن عدم المقارنة ما بين الأبناء إذا كان عندك طفل يعاني من فرط النشاط وتشتت الانتباه الطفل اللي عنده فرط نشاط أو تشتت انتباه هو عارف أنه عنده صعوبة معينة الصعوبة هذه لا هي شقاوة ولا هي محاولة منه بأنه يعصي الأوامر هي صعوبة ناسجة عن اضطراض الأعراض اللي يعاني منها واللي تشوفوها غصبا عنه واحدة من الأشياء المهمة بالنسبة لنا في البيت إنه إحنا نحدد روتين جدا واضح إيش نقصد بالروتين؟ الروتين مثلا المكان اللي يدرس فيه الأطفال أنا لاحظت كثير من قرائبي من الأسر يجرسوا على طاولة الطعام وثلاثة أو أربع أطفال كلهم على طاولة وحدة كل واحد على اللابتوب وعلى السماعات وعلى المنصات بالنسبة للطفل اللي عنده تشدد في الانتباه هذا الموضوع ما راح يساعده على التركيز الطفل يحتاج يكون فيه مكان لحاله بعيد عن أي مؤثرات كل ما كانت الغرفة أو المكان اللي هو موجود فيه فاضي أو خالي من المثيرات الكثيرة الألوان الأشكال الكبيرة أو الألعاب كل ما كان أفضل وساعده على التركيز بشكل أفضل واحد من الأطفال الذكر أو شبه الطريقة اللي تشتغل فيه أفكاره قال أنه أنا بالنسبة لي أحياناً أحس أنه الأفكار عندي زي التلفزيون اللي تكون الإشارة حقته ضعيفة شوية يقطع وشوية يرجع شوية يقطع وشوية يرجع من يعارف أركز أو آخذ العلم من هنا أو من هنا مو قادر يجمع لأن الأفكار تجي بشكل متسارع عنده أو لما تكون جالس عند أحد قاعد يغير القناة كل شوية في التلفزيون فهذا وصف جامل طفل عنده فرط نشاط وتشتد انتباه فما بالك لما تكون البيئة اللي يدرس يدرس فيها حولينه أخوانه جميعاً كل واحد مع كمبيوتره وكل واحد يتكلم كل واحد داخل كل واحد طالع هذا الشي ما راح يساعد الطفل أبداً في أنه ينجح في التركيز في المنصة أو العملية التعليمية التعليمات ثاني حاجة التعليمات بالنسبة للأطفال لازم تكون واضحة مثلاً بدل ما أقول له أفتح الصفحة حق المعلمة أو أفتح الصفحة اللي المعلمة الحين قاعدت نتعرضها أو أفتح نفس صفحة المعلمة وممكن نقول له أفتح صفحة رقم عشرة لازم التعليمات تكون جداً محددة وبرضو في نفس الوقت ما نعبر عن تذمرنا لأنه اللي هو يعاني منه نرجع نقول غصباً عنه ثالث حاجة نتأكد من تعديل مواعيد الدواء إذا كان هناك حاجة الأطفال عادة يأخذوا أدويتهم في أول الصباح الآن المرحلة الابتدائية يبدو أعتقد الساعة ثنتين والساعة ثلاثة فتواصلوا مع الأطباء شوفوا إذا كان في حاجة لتعديل وقت إعطاء الدواء أو لا لأنه هذا حيفر كثير معاهم في القدرة على التركيز بشكل جيد رابعاً أخذ استراحات جداً مهم وهذا ممكن يكون متفق ما بينكم ما بين المعلمين أو المعلمات لما نقول نعطي الطفل استراحة إحنا نبغي نقيس هو قدرته على التركيز أقصاها كم فلما ألاحظ مع الملاحظة أنه هو والله يقدر يركز عشرين دقيقة ممتاز بعد عشرين دقيقة يبدأ يتنرفز أو يبدأ يتحرك ما يقدر يجلس في مكانه خلاص فإحنا نحدد معه كل عشرين دقيقة وقبل كل يوم دراسي نحط الشيء هذا مكتوب قدامه كل عشرين دقيقة راح ناخذ استراحة هل الاستراحة نص ساعة؟ هل الاستراحة دقيقة؟ هل هي دقيقتين؟ هذي تعتمد على عمر الطفل ففرضاً لو عندنا الطفل عمره ست سنوات الاستراحة حتكون ست سنوات يروح يقعد في مكان هادئ لوندة ست دقائق تشغلوه للمؤقت تخلص الاستراحة ويرجع أو نظام المكافأة طبعاً مع الاستراحة آخر حاجة عندنا عدم المقارن بين الأبناء كثير من الأمهات والأباء بنية جداً صافية ورائعة دايماً يذكروا قدام الأطفال اللي عندهم تشدد في الانتباه وفرض نشاط شوف أخو كيف خلصوا بسرعة شوف أخو كيف كيف جلس في مكانه وما تحرك كل شوي زي ما قلنا الطفل الأعراض اللي يعاني منها غصباً عنه ما هي شقاوة فما نبغى نحسسه بالنقص ما نبغى نحسسه بأنه هو طفل سيء لأنه هي زي ما حكينا ما هي شقاوة هي أعراض تستحب مع اضطراب فرط النشاط وتشدد الانتباه ترجمة نانسي قنقر